بسم الله الرحمن الرحيم والفكريات اللي احنا هنتكلم عنها لازم نعرف حاجة مصر دي يا جماعة دولة صنعت لنفسها كل شيء ربنا عحباها بحاجات كتير والامسان المصري تاب وكتاد لحد بعملها الرجل بيتكلم وفيها طريقة لهجات وفيها كل شيء بس لازم تكون مكتوبة هو اعتقاده ان هو كتابتها ده شيء مهم عشان كده المصري بدأ التاريخ فاكرين انتوا في الاول خالص لما اتكلمنا عن عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية قلنا عصور ما قبل التاريخ هي ما قبل معرفة الانسان للكتابة يبقى العصور التاريخية هي عصور معرفة الانسان للكتابة بعد الكتابة التاريخية اذا التاريخ بدأ من اللحظة اللي عرفنا فيها الكتابة طب ايه كانت الكتابة المصرية الكتابة المصرية جماعة ليها مراحل في التطور والتقدم طويلة وهنتكلم عنها كلها بالتفاصيل المعارضة ومن ضمن حاجات التقدم ده تخلينا تقدمنا في مجالات علمية مختلفة نتيجة تقدمنا في الكتابة نبدأ مع بعض بسرعة اول حاجة انا بقولك ربنا وهب مصر الكتابة وهب مصر امكانات طبيعية المصر القديم زي ما بقولك تكلم اللغة المصرية القديمة ودي لغة واحدة بلهجات متعددة زي النهاردة كده يا جماعة بالزبط النهاردة كده انت تبص التالي واحد بيتكلم فيه اللهجات القبلية والبحرية الواجه البحريني اسلوب في الكلام ليه لهجته الوجه القبلي ليه لهجته كل ده كان مصر واخترع الكتابة قبل عصر الاسرات الامر اللي ساعده على تسجيل التقدم البشري بتاعه في كل المجالات بس عشان نتعلم الكتابة ما هو لازم ادوات وهي الكتابة كده وخلاص لا استخدمنا ادوات الحبر ولقينا الحبر عندنا اللي صود للأحمر الاقلام اللي صنعناها من البوص يبقى اول حاجة الحبر والقلم الاحجار والمعادن والخزف كل ده كنا بنستخدمه قبل اختراع الورق فاكرين يا جماعة انتم كنا بقول لك الشقافات والكلام ده كل ما كل ده كان موجود قبل كده وكنا بنكتب على الحجر وبنكتب في كل حاجة الحاجة التانية اللفائف او بنسمى القلاطيس ودي اللي من ورق البردي ورق البردي الشيء المهم بص يا جماعة معنا هتبص تلاقي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها سواء عندك الاوراق بتاعت البردي او البوص ده هو البوص اللي كان بيكتب بالمصرين القدماء هو ده جماعة وده طبعا اساليب الكتابة بتاعته زي ما كان بيستخدمها طب مراحل الكتابة المصرية هل المصر القديم مر بمراحل ايو مر بمراحل هيروغليفي هيري طيقي دي موطيقي القبطية هيروغليفي هيري طيقي دي موطيقي قبطية هم دولة الاربع مراحل بتاعي مراحل تطور الكدامة ابن الاخضة من اللحainen صاحب اقول لك تاني هيروغليفي خط مقدس هيري طيقي رجال الدين دي موطيقي خطي الشعب مع بعض. احنا بتقولها ببساطة هو. هيروغليفي خط مقدس. هيريطيق رجال الدين. ديموطيق خط الشعب. القبطية مع المسحية اربعة. ده التطور بتاعنا. بدت بالهيروغليفية. طب هنتكلم عن الهيروغليفية اول حاجة. ايه هي الكتابة? الهيروغليفية. بقول لك. دي هو عايز يا جماعة يكتب في عمل ايه? استخدم مظاهر الطبيعة وظواهرها والكائنات الحية عشان يعبر بها عن نفسه والمعاني اللي يريدها. واستخدمت في ايه? النقشة على جدران المعابد المقابر تسجيل النصص التاريخية. الدينية. كل ده استخدمنا فيه اللغة الهيروغليفية. هي دي اللغة اللي احنا بنستخدمها. هي دي اللغة اللي احنا بنكتب بها. ودية كانت اهميتها. طيب. ازا كنا بنستخدم الهيروغليفية في النقشة على جدران المعابد والمقابر ده شكلها. ده شكلها. انت ممكن بعد كده تعمل بقى ايه. انت كشاب وفتاة تأخذ اللغة دية تكتبها تكتب عبارات بيها تقامل حاجات تقارف لغتك القديم اللي هي دي لغة المصريين وقدماء جماعة احنا مشكلتنا ان احنا عارفينها كتابة انما النطق بتاعها هو اقرب للقبطية دلوقتي وهقولي الكلام ده لما اوصل للغة القبطية طيب تعال نشوف عندنا اللغة التانية هيروطقية اللي هي لغة ايه خط رجال الدين هيروغليفي خط مقدس هيروطيق رجال الدين ما لها دي دي تبسط للهيروغليفية ابتدحها الكهنة عشان الهيروغليفية صعبة اوي وده بتوفر السرعة في الكتابة ونشر المعارف كتب بها نصوص الادبية بتاعته دون بها الوسائق على البرد وقطع الخشب اللغة دي في غاية الاهمية رجال الدين استخدموها على طوال فترة طويلة جدا من تاريخهم الهيروغليفي احنا عارفين صعوبتها فعشان كده استخدموها في ايه في الكتابة بقى في المقابر في المعابد يحطها يكتبها مثلا على على بنقول عليها التوابيت يكتب بها الكلام المقدس الكتب المقدسة الدينية المقدسة لكتاب الموتى انما دلوقتي عايز يعيش حياته اليوم اليومية رجال الدين عايزين يكتبوا في الادب في المعارف يكتب ايه يستخدم لغة اسهل شوية اللي هي اللغة الهيريطقية وسميناها خط رجال الدين دي شكلها هتلاقي شكلها مختلف شوية عن خط اللغة الهيروغليفية وده هت الكتابات اللي وصلت الينا كلها فيه كتابات كتيرة وصلت بالشكل ده لينا دي ورقة بردي مكتوبة باللغة الهيريطقية القديمة تعالوا نشوف بقى الكتابة دي مطقية بخط الشعب اللهجة الشعبية الشعبيين كده احنا كشعب ممكن توصل تاقي مثلا احنا كمواطنين ممكن تلاقينا نقول ايه كلمة هي ليست من اللغة العربية في شيء او هي اقرب اليها بنستخدمها اللغة الدرجة بس هو هنا المصر القديم كتب اللغة الدرجة العامية الديموتقية ديت يا جماعة اللي هي خط الشعب دي العامية بتاعتهم بس كان بيكتبها بردك كانت مكتوبة استخدم اللغة العامية في الكتابة ظهرت في العصر المتأخر لحد العصر اليوناني والروماني وكتب بيها كافة نواح الحالي يومية استخدم اللغة بتاعته دي هقول عليها خط الشعب اللي احنا بنقول عليها بالوقت الحالي زي بنقول عليها اللغة العامية كتب فيها لحد بداية العصر اليوناني والروماني ليه ما هتظهر لغة تانية هتظهر لغة تانية هنتكلم واستخدمها في كاف التواحي الحياة كل حاجة كنت بيكتب بها يبقى احنا عندنا هو تقولنا يا جباه الهيروغيفي ده الخط المقدس ودي كتبت بيه حاجات معي انا اقول لها قلنا الهيروطيقي رجال الدين استخدموها عشان المعارف وعشان عياتهم وعشان يسهل علاسه الصعوبة بتاعة الهيروغلفية عامة الشعب استخدمه الخط اللي هي العمية يعني بس هو كتبها ما كانتش لغة منطوقة بس لأ ومكتوبة كمان وبكتب ويكتب بها تعاملات الحد للعصر اليوناني والروماني دي شكل من صورة من صور الخط الديموطيقي شايفين يا جماعة قد يكون دي بالنسبة لنا احنا صعبة جدا لكن هو بالنسبة للشعب في الوقت ده هي اللغة الاسهل اللي كان بيكتب بيها طيب اللغة التانية الكتابة القبطية ودي بتكتب بحروف اغريقية وحروف ديموطيقية واستخدمت بعد ما انتشرت الديانة المسيحية في مصر في القرن التاني الميلادي على فكرة هي اللغة اللغة لما نتكلم في اللغة القبطية ده لغة يعني استخدمها المصريين على مدار الفترات طويلة وهذه اللغة لم تنتهي ولم تموت هي اللغة دي موجودة لحد دلوقتي احنا بنجدها بتستخدم هذه اللغة حتى هذه اللحظة في القداسات في الكنائس العرثوزكسية المصرية بتستخدم هذه اللغة ديت وهنلاقي القداس بيقام باللغة القبطية في ناس بتقولك هي اقرب لليونانية اه هي وقدة جزء مليوناني بس هي وقدة ديموطيقي وقدة مليوروغليفي ومجموعة كبيرة جدا من الكلمات اللي احنا بنكلمها هي دخلة من القبطية ومن الفراعونية القديمة واحنا عرفنا اللغة ديت من اهميتها واللغة دي بتعتبر واحدة من اهم اللغات المصرية اللي مازالت موجودة يبقى احنا عرفنا ان اللغات المصرية اربعة عقولهم بقى بالطريقة اللي قلناها تاني هي رغليفي خط مقدس هي ريطيق رجال الدين ديموطيقي خط الشعب القبطية مع المسيحية طيب هذه القبطية بتاعتني يا جماعة ودسورتها شايفين يا جماعة معمولة ازاي طبعا الحروب بتاعتها مختلفة. قد يكون في بعض الحروف اقرب الى دلوقتي في اللغة الانجليزية او اللغات الاخرى. ولكن ده دليل على ان احنا الاصل واللغة خدت من عندنا. ان دي اصل اللغات. خلي بالك. واحنا بنشرح في الترمي الجاي ان شاء الله بنكلم في حضرار الفنقية. ولغة الفنقية وانتقالها. هقولك ان هم خدهم مننا. بص يا جماعة تلاقي ايه اقرب. بس الحروف كل حرف له نطق مختلف. وده هي اللغة القبطية القديمة. المصرية القبطية. طبعا انت فانا كلمة القبطية يعني مصري. بس هي بتنسب للمسيحية اكتر. طيب. وديت عندنا كتابات اربع كتابات بخطوط مختلفة. انا اغيب لك هنا كتابة من كل نص من النصوص. نص من كل لغة بكل لغة. عشان تعرف اشكال الكتابة لو انت حتى صادفتها في اي زيارة لأي منطقة اسالية. اللي فوق ديت هي بتمثل الخط الهيروغليفي. اللي تحتها ده الهيروطيقي. ديت الديماطيقي دي القبطية. وديت عشان بس المعرفة. انا مش طلب منك انك انت تعرف ايه التفاصيل بتاع الكلام ولكن عشان انت عندك النية او اللي هيدرس ابناء في الاصار او هيدرس اللغات المصرية القديمة طبعا هيكون افضل مننا في الكلام ده. طيب. عندي خلاص انا درست اللغة. طب انا عندي في عندي مراكز العلم. ايه مراكز العلم في مصر القديمة? العلم في مصر القديمة مهم جدا. العلماء بيتقدروا وارتفع شأنهم في مصر بشكل كبير جدا. لدرجة ان هم تعرفوا من الضرائم. المعلم ليه احترام كبير. من جانب الطلبة ومن جانب الكيان نفسه المنظومة التعليمية اللي موجودة. الطالب بيجتهد ليصل لها على مكانها. شفتوا يا جماعة. علماء ومعلم وطالب. التلاتة دول العلم بيجي منهم. الطالب بيتعلم. المعلم بيعلمه. العالم بينظم المسألة. والعالم هنا كان ليه دور كبير جدا طبعا في المجتمع. والمعلم له دور ايضا مهم جدا. وكذلك الطالب. في كده بنقول عندي مراكز العلم لما نيجي بنتكلم عنها. ايه بقى مراكز العلم? احنا قلنا الاساس. طيب مراكز العلم عندي. عندي المدارس. وعندي مراكز البحث. وعندي المكتبات. عندي مدارس. عندي مراكز بحسية. عندي مكتبات. ايه ده? مدارس. ومراكز بحسية كمان ايوة. مراكز بحسية. وعندي مكتبات ايوة في مكتبات ايه ده احنا وصلنا للعالمية واحنا اول واحنا يا جماعة كنا افضل دولة في العالم في الامور دي هو في حد كان سابقنا طيب تعال نشوف المدارس ظهر اخر الدولة القديمة يا كمان بالدولة القديمة مش حاجة حدقلها بالدولة القديمة ومتخصصة ومختلفة مدارس طب هندسة عسكرية تعليم للدين في المعابد مدارس ملحقة بالجيس بتدرس تاريخ كغرافيا لغة حساب هندسة ادب ايه ده ايه التنوع اللي في مصر يا جماعة ده انا عندي تنوع في التعليم وتنوع في الدراسة والله يعني احنا المفروض نصل الى فعلا ان نتبوق مركزنا واللي احنا بنحاول نعمله نحنا دولة نفجع لما كنا عليه المدارس كان لها وضع خاص جدا والطالب مهم والمعلم مهم والمدرسة مهمة طيب تعال نشوف بقى المكتبات كان لفقف البردي بقى بيحطها في المكتبات اللي فيها انجاز الحضاري المصري الكتب مش كتب يعني احنا عندنا لفقف بقى المعلم والمكتبات انتشرت فيه كان فيه مكتبات متخصصة هتلاقى ملحقة بالمدارس او ملحقة بالمعابد وفيه مكتبات القصور كمان اه القصور بيجمع اللفقف البردي دي ويخليها عنده وطبعا اشهر مكتبه كانت مكتبة معبد الرامسيوم. ودي كانت مكتبة عظيمة جدا ومهمة جدا. يبقى انا عندي شوف يا جماعة كتبات قد ايه? عندي مكتبات قبل ما العالم يعرف عن ايه مكتبة كان عندي مكتبات ونفقف البرد تحط فيها. قبل ما العالم يعرف فادرسة كان عندي مدارس. مش مدارس بس متخصصة. متخصصة بيدرسوا الطب والهندسة والكيمياء ويدرس التاريخ والجغرافيا والادب وبيدرس كل حاجة. فاضل ايه تاني? المصري تقدم جدا في هذا المجال. تعالوا نشوف بقى مراكز البحث. مراكز البحث عندي ديت كان بيسموها ايه? بيوت الحياة. كان عندنا اشهر حاجة اللي هي جامعة اون. جامعة اون اول واهم مركز للبحث العلمي في التاريخ. وكان لها شهرة واسعة وبيجي لها الطلاب من كل انحاء العالم. واشتهرت في مجالات بقى ايه? الدين الهندسة الطب الفلك. وهما اللي حطوا تقويم الشمس الموجود اللي العالم بيشتغل بديلوقتي. وعامل العالم فيه بيعمل بديلعقان. وهي اللي حفظت على اللغة والهوية المصرية في نهاية اسر الاسرات. طبعا اون لما بنجل نتكلم اربعة اتنين اربعة اتنين اربعة اتنين 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 واربعين قبل الميلاد. دولة لما تعملت اول وحدة مصرية في مدينة اون عين شمس هيليوبلس هي اللي تعملت. وفي اون اما عامل يا جماعة اللي هي ايه? جامعة اون اللي كان بيقول لك عليها بيوت الحياة اللي انتشرت وديت مراكز بحثية. جامعات ومراكز بحثية ايوة. وبيدرس بيها دين وهندسة وطب وفلك. ايه تعمل? طب احنا هو تا جماعة دينا دليل ان احنا كنا متقدمين نظام الفلك اللي ماشي عليه الاين? العالم يوليوس قيصر واخده اصلا من نظام الفلك المصري. ولحد النهاردة ماشيين عليه? طيب نشوف الصورة ديت اللي بتعبر عن المكتبة اللي بيحرصها. بص يا جماعة واضح اي عاملك ازاي جابلك الالها رعا. والمكتبة وهو اللي بيحرصها هو الحارس. يعني ايه? المكتبة بيحرصها الالها رعا اللي بيربز للشمس فوق وهو الكهنة بيفاقودهم اليه والمكتبة هنا والحفظ بتاعها اللي موجود. طيب. الادب. الادب مرآت الشعوب وهو اللي بيعبر عن الافكار. المصري القديم ترك طراث ادب عظيم جدا. من عصر بنات الاهرامات. وهو بكده سبق يعني ايه الادب الاغريقي ب 25 قرن بس. يعني الناس عمالة بتقول لك ايه? لما بيجي المثقفين في الوقت الحالي. يقول لك اصل سيموستوكليس لما كتبه واصل هيموروس لما عمل. واصل الدراما الاغريقية والتراجد او كوميديا او 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 واريستوفانس لما عمل الكوميديا. لا استنى. الكلام ده قبليه ب 25 قرن. 2500 سنة كنا نحن عاملين ادب. اه. وعندنا كل انواعه. عندنا ادب الاساطير وعندنا الادب الديني وعندنا الادب السياسي وعندنا الادب الاجتماعي. كل انواع الادب. ادب ديني. القصة. الرواية. الحكمة. النصيحة. الادب السياسي. كل دي انواع ادب كانت موجودة في مصر. يا جماعة احنا اخترعنا اشكال الادب المختلفة. وعندنا الدلائل بتاعتنا. ما احنا هنقضوا الكلام ده. يعني الادب الديني موضوعات المعبودات والبعث والخلود والهساب والاناشد الدينية والاساطير الدينية. زي اسطورة ازيس واوزيليس يعني جدي اخنتل الموجودة حد النهاردة وهي ده في ايه مش هنوح من الادب الديني كتابات دينية اسطورة ازيس واوزيليس. والاسطورة الخالدة والليتاريخ خلادها ههي في الادب الديني. طيب نصوص الاهرامات مجموعة من التعويض والشعائل الدينية تم تدونها على جدران الاهرام طبعا وظاهرت في الدولة القديمة. ودي طبعا في غاية الاهمية. كل دوت ايه? مش ده كله ادب ديني? في نصوص التوابيت. الكتابات الدينية اللي على التوابيت الخشبية. اللي انتشرت في عهد الدولة الوسطى. كتاب الموتى. وده مجموعة من التعويز وادعية دينية بتكتم على اوراق البردي. عشان تتحطي مع المتوفف الكفن بتاعه والتابوت. ودي ظهرت وعاصر الدولة الحديثة. كل ديت يا جماعة ايه ما يا كل دي كتابات دينية. الكتابات الدنيا انتشرت بشكل كبير. طب عندي ادب تاني ايوة ادب القصة. ودينه عين. في قصة حقية. زي قصة سنوحي او سنوحي. وقصة القرى والفصيحة والفلاحة الفصيح. وعندي خيالية. زي قصة الاخوين او الملاحة التائهة. او بيثاموها احيانا البحار الغريق. دي صور يا جماعة بتعبر عن القصص بتاعتنا. يعني انا عندي هنا قصة سنوحي والهجرة بتاعته وانتقاله. وعندي هنا اللي هي الفلاحة الفلاحة الفصيح. عايزة اقولك بقى حاجة. قصة الفلاحة الفصيح ده هي المصر القديم. الراجل ده كان يكتب اعرائد وكتابات وعمال يقول كتابات وعمال يكتب شكاوي. مشكلة كده كانت حصلت له في الحيوانات بتاعته. فهو عمال يكتب. من جمال ما يكتبه ومن جمال ما يقوله. وجدنا ان حاكم الاقليم والفرعون حلله مشكلته بس ما قلوش انه حلله عشان يفضل يكتبه. ودي قصة مهمة جدا. قصة سنوحي اللي راح وهاجر وطرق مصر وحب مصر وحب البلد وارجع لبلد تاني. قصة المحار التائه اللي يغلق المركب بتاعه ويرجع على كزيرة وهخصة بقى خرافية وهاديسه مع الحيوانات. ما كل دي يا جماعة قصة خرافية. الادب الخيالي. الخيال العلمي. متخيل واحد لوحده في كزيرة وبيكلم الحيوانات والحيوانات بتكلمه. او الصعبان الكبير الضخمة او الحياة الضخمة وترشده للطريق وتصدقه ويعيش ويتحيل على الحياة. وتحس كلا ان هو ايه كأن الادب الحديث اللي بيتكلم عن فرايدي او الكلام ده كله احنا سابقينه بكتير. طيب تعالي نشوف ادب الحكمة والنصيحة. وصائح وحكم. والنصائح بتتنقل بالطلس والتقاليد من جيل لجيل. ومن اهم حكماء مصر القديمة طبعا عندنا الحكيم بتاع حطب. في عصر الدولة القديمة. وللحكيم آني في عصر الدولة الحديثة. ولهم حكم كثيرة جدا. ومهمة جدا. وما زالت موجودة. وما زال بعضها يروق حتى الان ونقوله حتى الان. طب الادب السياسي. وده اراء الادباء في الوضع السياسي وامال الملك في كل عصر. فهم ده حنرا ومنتصر وان صحف عصر الفوضى وهاجموه كمان في بعض الاحيان. يعني نجد الملك منتصر تجد ادب السياسي وادب المذيخ شغال. تجد الملك مثلا اتهزم بس هو الدولة قوية. بتدوله النصيحنا بدون كذا وكلامهم واضح. اما لو في حالة الدولة الضعيفة فتجد المهاجبة مش مشكلة ابدا. وده كان موجود في مصر الفرعونية. طب العلوم. المصري كان عنده نربة في اكتشاف الكون. واهتم بشكل كبير جدا بالعلوم. على اساس الخبرة والتجربة. يمكن بدأ العلوم عندنا بالحساب اهتم بيه واستخدموه في حاجاتهم ليه واستخدموه ليه? ليه بيستخدم الحساب? قياس لغضان ان ايه الحساب الزراعة تقدير الضرائق تسجيل رواتب. اعرف اصوله وقواعده واستخدمه كل عملياته. اعرف امازه جب لك سؤال عن الحساب. اقول لك ايه? اه 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 تم المصريين بقياس فاوضان النيل وزلك اهتم المصريين بفاوضان النيل وقياسه. وزلك نتيجة تقدمهم في الحساب ولا اقولك مسلا في الهندسة او اقولك في علم مسلا الطب او اقول لك اه دي كلمن كمان. انت هنا فتلك. حساب فيضان النيل حساب. عندنا انا اشوف فيضان النيل ده حساب. ليه? طيب تقدم المصريين في جامعة الضرائب بيدل على تقدمهم في علم? او منظومة الضرائب المصرية بتقدل على تقدم المصريين في علم? برضك اختار الحساب. ما هو علم الحساب يا جماعة ولي ساعدني ما هو اصلا ايه? بقى يسر الفيضان بشوفه عالي. يبقى انا عندي كده الانتاج هيبقى ايه? الارض هتطلعه كويس. يبقى الانتاج هيطلع عالي. والانتاج مدام كتير يبقى الضرائب عليه كتير. يبقى الحساب علمه مهم جدا عند المصر القديم. المصر القديم كان علم الحساب ده واحد من الاهم العلوم عنده. يعني هو اول من بدأ الحساب واول من عمل الحساب. المصر القديم. وموجودة عندنا اللي بيدل على كده. درجة انه اعرف الكسور هيأمل ايه تاني? طيب تعالوا نشوف ما اعرف المساحة? اعرف القادة ما اعرف الزراع? طيب اه برضك من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. قلنا ان هما البصر القديم نبغ في الهندسة ووصل عندنا للزروة في الهندسة ووصل للتقدم الكبير عندها. الكلام دوت التقدم بتاعه في الهندسة والنبوغ بتاعه وصل لزروته طبعا في عصر بناء الاهرامات واستخدمه هنا في الموضوع دوت التنفيذ عشان ينفزه. استخدم عندنا اه مشروعات كبيرة زي التلع زي بناء المقابر زي المعابل زي تخطيط المدن. الهندسة كانت عندنا لها شكل مهم جدا. وصلنا لزروته طبعا في بناء الاهرامات. استخدمها في تنفيذ المشروعات. حفر التلع بناء المقابر المعابل تخطيط المدن. ايوا المصر القديم يا جماعة كان عنده تخطيط عمراني. احنا النهاردة التقدم انك انت تقول كلية التخطيط العمراني. انك انت تقول كلية الهندسة. المصر القديم وصل لهذا التقدم عمل تخطيط عمراني وعمل هندسة وعمل كل الاجراءات دية. ده دليل على ايه? دليل على ان المصر القديم وصل للتقدم اللي كان بيبتغيه بشكل كبير جدا. طيب ازا كان المصر القديم وصل لهذا الشكل. ازا كان وصل لهذا الشكل ووصل لهذا الموضوع في الهندسة. عندنا بردك يا جماعة الفلك. التقدم في الفلك. الدين واقترانه بحياة المصر القديم كان ليه اثر كبير في التطور علم الفلك. كهلة هليوبلس اول ما يهتموا بدراسة الفلك. ما احنا اتفقنا يا جماعة مدينة قون وعبادة الاله رعا اله الشمس. وكان عارفوا مواقع النجوم والكواكب وعارفوا التقويم الشمسي. انا لسه بقول لك يولوس قيصر هو اللي واخده مننا. يولوس قيصر خد التقويم الشمسي من المصريين واستخدمه وعمل هو التقويم للامبراطورية الرومانية. الامبراطورية الرومانية بحكم انتشارها الواسع قدرت ان هي تنقل هذا التقويم للعالم كله. وده دليل تقدم المصري القديم في علم الفلك بشكل كبير. طيب برضك لما نيجي نتكلم عندنا بقول حاجة. بقول لك ان علم الفلك ده المصري القديم ما كانش انسان عادي. المصري القديم عندنا يا جماعة كنا لما بنيجي بنتكلم فيه بقولك ان هو راجل وصل لمرحلة غير عادية من التقدم. يعني اولتلك هو التقدم في الفلك. اولتلك تقدم في الطب. اولتلك تقدم في الهندسة. لما تقدم في الحاجات دي كلها يا جماعة المصري القديم اااا تقدمه ما كانش عشوائي. تقدمه كان مقدر بدرجات. طيب هندي حاجة. تعال بص بقى الطب والتحنيط. عرفنا التخصصات المختلفة في الجراحة. بص بقى اللي عندي ده يا جماعة عندي جراحة ايه? اسنان. عيون. نساء. في مستشفيات لعلاج المرضى. في صرف للادوية. يعني الطبيب ايه محطب وقوم انتو حطب ابن حابو دولك كانوا ماشهر اطباء كان من شروط العمل في الطب ايه عشان تشتغل في الطب تكون كسير الصمت حكيم رحيم امين صامت حكيم رحيم امين تتكلمش كتير عندك حكمة رحيم بالمريض امين الطب المتخصص اول ناس عرفته المصريين اللي طوروا بعد كده للعرب المسلمين لما نيجي ندرس في السنة تانية هتاخد اعتقداش بالنوع المسلمين هم اللي عملوا الطب المتخصص بعد كده بس اول من صنع الطب المتخصص وعمل المستشفيات المتخصصة هو المصريين انت متخيل يا جماعة يعني احنا عرفي العلمين بيقولك ان العرب اول بيمارستان اول مستشفى في العالم اتعاملت في العصر العباسي والخليفة العضد هو اللي كان عملها ولكن احنا عندنا في مصر عملنا مستشفيات قبلها يمكن مستشفى بالشكل المفهوم اللي هو اللي موجود حاليا ولكن احنا عملنا فعلا اماكن للعلاج واماكن للنقاهة والشفاء ويستشفى فيها وكانت مستشويات متخصصة. عايز تعمل عملية اذا كانوا بيعملوا في حاجات متخصصة جدا يا جماعة بيعمل في الاسنان بيعمل في العيون. بيعمل جراحات للتجميل. بيعمل جراحات للنساء ايه ده. ايه التقدم اللي احنا وصلنا ليه ده. تخيل بقى مصر قد ما اصل بكده. طب التحنيط. برعه في التحنيط وده بيدل على التقدم في الطب والتشريح. واعتقد من الضرر تحنيط الميت. لحماية الجسم من التحلل اللي تستطيع الروح والعصور عليها لتتم عملية البعث. اقول التحنيط. وده اللي بيدل على التقدم في الطب والتشريح. واعتقدوا ان الضروري تحنيط الميت لحماية الجسم من التحلل اللي تستطيع الروح والعصور عليها لتتم عملية البعث. يبقى ممكن اقول لك يوجد علاقة ما بين الايمان والبعث والخلود وعلم. الحساب ولا الهندسة ولا التحنيط ولا مثلا الفلك. هتقول للتحنيط. ممكن بدل ما حط التحنيط حط الطب. يوجد علاقة. ما بينه. تقدم المصليين القدماء في علم التحنيط وعلم او مثلا بدل ما اقولها علم التحنيط سهلة شوية. اصعب. اقول لك يوجد علاقة ما بينه. الايمان والبعث والخلود وعلم. تختار ايه? الطب ولا تختار الهندسة ولا تختار الحساب ولا تختار مثلا علم الفلك. لأها تختار الطب طبعا. ممكن اشير كلمة الطب وحط لك الكيمياء. ممكن اشير الطب وكيمياء وحط لك الايه? الصيدلة. كل دي تعلوم مرتبطت طبعا بتحنيط جسس الموتة. وتحنيط جسس الموتة مرتبط بالبعث والخلود. ايوه. بنهية التقدم. فما ممكن اقول لك مسلا ايه? يوجد علاقة ما بين بناء الاهرامات وعلم. الحساب ولا الصيدلة ولا الطب ولا الهندسة. اه يا جماعة الهندسة. اجيلك مسلا اقول لك يوجد علاقة ما بين كتاب الموتة والنصوص. هتقول للتاريخية ولا الاعدابية ولا الدينية. كل دي يا جماعة ممكن اختيارها. تقول لنصوص دينية. او الادب الدين. اجيب لك انواع الادب وتختار من ضمنهم. هنعمل حلقة للمراجعة فيها كل انواع الاسئلة المتوقعة. في كل فصل من هذه الفصول. طيب. التحنيط وتكلمنا عنه. هتكلم برضك عن حاجة تانية. الكيمياء. المصريين نبغوا في الكيمياء. وصناعة الكيمياء. وصنع الزجاج. والبرونز. والعقاقير. والادوية. والاصبار. والالوان. وادوات التجميل. يا جماعة احنا بنجد محيانا النفط ايه مقبرة. من المقابر. نجد فيها اه روائح. نجد فيها اه زجاجات كده في عطر. هو العطور ديت ايه. مش ده عين مكتمياء. لما بنجد مسلا اه بعض ايه الاصباغ. الالوان هو احنا ايه. هو كان بيلون منين. لما تجد مسلا تابوت لسه هو اه من زجاجات. اه بضعة ايام تم اكتشاف اكتشاف مصري في غاية الاهمية. لمجموعة من التوابيط المصريية القديمة. التوابيط دي هي تكتشف فيها الوان زي هي. هو الالوان دي بتدل على بتقدم في ايه. بتقدم في علم ايه جماعة. ما بتقدم يا جماعة في علم الكيمياء. حتى كلمة كيمت. كلمة مصرية يعني التربة السوداء. يعني كلمة مصرية معناها التربة السوداء. طب تعالى نشوف العمارة. العمارة بقى بتعبر عن ايه ثقافة الامة. وامكانياتها الاقتصادية والبشرية. وتميزت في مصر بالبساطة. والفخامة. والعظمة. العقدة المصرية اصرت في فن العمارة بشكل كبير جدا. بنى المساكن من طول اللابن والمعابد وبيوت الالاء والمقابر وبيوت الموتى من الحجارة. اهولا تاني. عشان خطر تاخد بالك منها. العمارة بتعبر عن ثقافة وامكانيات الاقتصادية والبشرية للامة. وفي مصر كانت بسيطة وفخمة وعظيمة. وعثرت العقدة المصرية في العمارة. المساكن من طول اللابن والمعابد والبيوت. ومقابر بيوت الموتى من الحجارة. يعني انا ممكن اقول لك ايه. يوجد ارتباط بين. المساكن المصرية. والايمان بالبعث والخلوط. اه. فعلم المسلا الكيمياء اه. او مثلا الايمان بالصواب والاعقاب. انت هنا تخترع على طول البعث والخلوط. لان انا زمان كنت بقى سألك السؤالة وهقول لك ايه بما تفسر. بناء المصريين مقابرهم من طوب اللابن. هتقول لي لايمانهم بالبعث والخلوط. لان اعتقد ان الحال الاخرى هي الاهم. فبنى المقابر والمعابد من الحجارة وبيوته من الطون اللابن. طب ما النتاج المترتبة على ايمان المصر القديم بالبعث والخلوط? لو انا سألتك بقى السؤال بالشكل ده ما اناatorsن اجيبلك نتيجة. بولك نتجة عن ايمان المصر القديم بالبعث والخلوط واحد. بناء المقابر من الحجارة. السؤال ميجيش يجي بالتعددات اللي انا اسألها ديك. بس انا بديه لك بس عشان ايه نوسع الشرح بناء المقابر من الحجارة بناء المعابد من الحجارة بناء البيوت من طوب اللابن كل ما سبق اه كل ما سبق صح بس انا مفيش امتحانة ابدا كلمة كل ما سبق على فكرة بس انا بديها لك كدليل ان هي ممكن تجي لك اي واحدة من الثلاثة دول صح يا جماعة نتج عن ايمان المصر القادم بالبعث والخلود ايه طحنة جس الموتى نتجت اه تقدم الطب نتج تقدم الكيمياء نتج بناء البيوت الطب اللابة المقابر بحجم را كل زي نتائج يا جماعة عن المصر القديم وا دا بضاك درج كدرجة من درجات لتقدم من المصر القديم العمارة تقدمت نتيجة تقدمه في ايه يا جماعة ايمانوا بالبعث والخلود شهرت يا جماعة دين داخل ازاي هتا في المباني بتاعتك حتا في الامارة بتاعتك كمصر القديم كل تدخل مع بعضوها المصر القديم كتلة واحدة متدخلة مع بعضها كتلة من العظمة والتقدم والحضارة طيب ناخد حاجة تانية المدن تخطيط المدن كان على شكل دايرة. دايرة انت حاول كده ايه لو انت مسك قلم معايا كده نكتب. انهم عاملين الدايرة. وحاولين الدايرة صور من الطين اللابن. ويعملها الحصون وقلع في كل حتة للحماية. ومن الداخل يعملها احياء سكنية على اساس طبقي. على اساس طبقي ايه? الاحياء الفقيرة والبيوت الفقراء ملتصقة وشوريحهم دايقة. الطبقة العليا فخمة واسعة بتحط بها الحضائق. في ملكز ادارية ودينية زي قصر الحاكم المعابد المنشآت العامة. عشر المدن طبعا المصرية اللي اساسها المصر القديم مدينة اخيتاتون ومنفو طيبة. وهديد بقى لكم يا جماعة من التقدم العمراني والتخطيط العمراني اللي المصر القديم بيعمله. المصر القديم بيعمل تخطيط عمراني وبيبني مدن ومتقدم في المدن. والمدن بتاعته بيعملها باشكال مختلفة. وبيطورها لدرجة ان هو الرجل المصر القديم ده بنجد ان هو يعمل لك ايه يقول لك بص المدينة بتاعته يعمل لك الصور. قطيني لا بين طبعا. اه هنعمل بعد كده البيوت والبيوت والمساحات الواسعة والمساحات الدياقة. وازاي البيوت بتاعت الفقراء متلصقة عشان اهدادهم كبيرة جدا. الاغنياء او الامراء بنعمل لهم بيوتهم في اماكن واسعة. بنعمل حضائق للفصحة بنعمل عندنا اه المكاتب الادارية والمراكز الادارية. الادارة الوزارات الدووين بنعمل كل ايه ده? ايه ده يا جماعة ده احنا نتقدمين جدا. نقول معا بد تتعمل ومعمل حسب كل عاجة. منتهى التقدم الامراني اللي بنتكلم عنه. المصر القديم متقدم وبشكل كبير جدا. وهو عارف هو عايز ايه. طيب تعالي نشوف حاجة جديدة يا جماعة. المقابر. المقابر المصرية تطورت بعد ما مرت بيدة مراحل. حفرة مصطبة هرم مدرج هرم كامل ملعوتها في الصخح. حفرة مصطبة هرم مدرج هرم كامل معفورة في الصخح. خمس مراحل للتقدم. الحفرة في الرملة وتحط جس الميت. دفن عادي جدا. تحفر في الرملة وتحط الميت وخلاص دفنه. طب المرحلة اللي بعد كده تقدم شوية. انت عامل مصطبة. مصطبة والرجل الميت تحط ايه? يدفن في حجرة من تحت. انهم عاملين له حجرة من تحت. ومصطبة فوقها تكريما. طب الراجل دوت مثلا وصل لمستوى اعلى شوية زي زوسر مثلا ومعاملين له هرم مدرج. هرم مدرج زي هرم زوسر. وديت مجبونة مصاطب بتقل كل ما ارتفعنا اللي فوق اقل في المساحة من اللي ايه اصغر اللي تحتيها. بعد كده يدخل في مرحلة الاهرامات الكاملة. والاهرامات الكاملة الكاملة طبعا اشارها اهرامات الجزء على الاطلاق اللي امعه على الاطلاق الاهرام الاكبر. بعد كده في منحوتات الصخر. ودوت في عصر الدولة الحديثة. المصر القديم نحت بيوته مقابر في الصخر. وعمل والمغارات قاعد يدخل جوه ويعمل متاهات. عشان خطر محدش يوصلها اللصص ما يوصلهاش واسرقوها. ده كان هدفه. ان اللصص ما يوصلش للمقبرة بتاعته ويسرقوها ابدا. ده كان هدف المصر القديم. طبعا الهدف دوت برضه كتسرقت مع القليل النادر. ويمكن اشهر المقابر اللي وجدت كاملة. المقابرة بتطعن خامون. بس سرقها اللي فتحوها. سرقو على حاجات كتير منها. طيب. اه يبقى انا عندي محارة الحفرة. المصطبة. الحرام المدرج. بعد كده الهرام الكامل المنحوطة في الصخر. هو ده الترتيب بتاع المقابر. طب المعابد. لا يا جماعة ده المعابد بقى بتحدي اسوار الحرج بقى ما هالمقابر احنا دخلنا كده في الحجارة. حاجة اللي بتقامل بحاجة. المقابرة شوفنا اهمية طب المعابد. ده للالهة يا جماعة. هالمعابد حاجة من اتنين. يا الهة يا جنائزية. الجنائزية دي خاصة بالكهنة واهل الفرعون. وتقام بها التقوص على الفرعون. والشعائل والانشيد والصلوات. يمكن اشهرها معابد حتشبسوت اللي في الدر البحري. ومن حطب التاني بردك. والرامسيوم اللي في البر الغربي. دي اشهر المعابد الجنائزية في مصر. حتشبسوت والرامسيوم ومن حطب التاني. طيب معابد الالهة. دي بتقني بامر الفرعون عشان نقدس معبود. وتتعمل التقوص اليومية ليه? وبيتم تكريم المهندس المشرف على البناء. اشهر معبد على الاطلاق طبعا عند الكارنك ادفل لقص ربو سامل معبد ايبس. يمكن اشهر معبد على الاطلاق معبد الكارنك. معبد الكارنك ده اسطورة معمارية. اسطورة معمارية. شوف الاعمدة الضخمة. على فاكرة هو متبناش مع عدد فرعون واحد. بتبنى في عدد من الفرعنة. يمكن هو انتها في عدد رامسيستاني. ولكن هو متبنى في عدد كبير من الفرعنة. معبد يطل على العظمة. شايف المساحة بتاعته؟ شايف العمدان؟ العمود الواحد يحتاج كم واحد عشان يفتح زراعية عشان تمسك الازرع مع بعضها عشان العمود الواحد. انت واخد بالك العامدة قد ايه? وفخامتها وعظمتها ولما تيجي تدخل البهو الانتاع وعمل ايه ده يا جماعة? ايه العظمة دي? بيحترم الهته ولما بيعمل معبد بيهتم بفخامته وبيهتم بابنائه بيهتم بامرانه. وقلنا عندنا معبد ادفه وكرناك والاخصر. طيب. الفنون. هل تقدم المصر القديم? المصر القديم كان فنان ومتقدم في الفن ولا هو عالم? بس لا يا جماعة كان متقدم والله في الفن. بشكل كبير. ظهرت مقاومات طبعا البيئة المصرية. تأثر طبعا بمقاومات البيئة المصرية. الانسان المصري يعني كان مرهف الحس بشكل كبير جدا. تأثر بتطور احداث السياسية والاجتماعية والعقائد الدينية. يمكن هنجد عندنا بشكل كبير جدا تصورة وصور اللي موجودة والحاجات اللي عملها. العقائد الدينية متأثر بها جدا وهتلاقيها. الاحادث السياسية والاجتماعية ازاي صور لك الفرعون هو بيحارب. الفرعون هو بيقاتل. يصور لك مثلا نحو وقت الحصاد. يرسم وقت الحرب. العقائد الدينية بتاعتي يرسم الاليهة. محكمة الموتة. كل الحاجات دي ما كل ده وتفن يا جماعة. ما كل ده فن. لما يعمل لك محكمة الموتة يرسمها لك. فن. لما يجي لك يعملها على الجدران. يجي لك يعمل لك مثلا انتصار الفرعون تحط مثلا اداءه. زيارة الملكة حتشبسط لبلاد بونت. وهو ده يا جماعة عبر عن احوال اجتماعية وعبر عن احوال اقتصادية. وعبر عن احوال سياسية. لما يجيب لك الفرعون واسرته وهم اجلسين مع بعض. ده بيعبر عن احوال تانية بنقول عليه احوال مثلا اجتماعية في المجتمع. احوال سياسية. يجيب لك تبسط لاشكال كتيرة جدا. ده كمان وصل لمرحل بنقول عليه فيه مسلا مرحلة بنقول لك مرحلة تل الغمر نا ومرحلة اه اخنيتون. ده مراحل فنية او مدارس فنية. اه وصل للمراحل دي شو بتقديم. وصل لاته? و schedulingة لمرحلة المدارس الفنية. يفرق ايه عند الوقت لما يقولك المدرسة الفنية و login. او مرحلة الزرقاء او مرحلة الخضراء او مرحلة الفنين كذا. او او مرحلة الفن كذا. ما هو وصل لاذا? احنا كمصريون وصلنا للمرحلة دي بس اقدم شوية اقدم قوي. طب تعال نشوف النحت. المنحوتات المصرية وصلت لمراحل من الجمال غير عادية. اختلفت استخدم كل الخامات. قبل التاريخ كان بيستخدم الطين والعظم. عصر الاسرات زود في استخدام النحاس. في العصر العتيق كان بيعمل التماثيل الحجرية زي تمسالة ابو الهول وتحطمص. بيعمل بان حكم كل شيء. النحت يعني النص تلاقيه مسلا في العصر القديم. لأ قطين قصاده يعمل لأ اعظم. الحيوانات يعمل عليها. انحطا. يجي لك بعد كده. طبUC تلاقيه اكتشف ان حيس يعمل منا. اكتشف في العصر العتيق بدل يعمل التماثيل الحجرية. طبincarn تلاقيه يجي لك بعد كده تمسال في عصر الدولة القديمة تمسال زي تمسال البولهول. لأ ده جالك في عصر الدولة مسلا ثاني في عصر الدولة تسرقه. يعمل لك ايه تمثال شي خلبالات من الخشب. يعمل لك مثال كاتب المصر القديم من الحجر ويدلوه الوان وحاجات كده حاجات رائعة. ده دليل على التقدم بالشكل الكبر. طب الرسوم بقى والنقوش. هل في رسم ونقوش ايوة كان في عندي رسوم ونقوش بشكل كبير ازاي. في عصر الدولة القديمة ظهرت الرسوم والنقوش. يمكن زادت قوي في عصر الدولة الحديثة. طيبة كانت مركز الابداع الفني. اللي كانت مليانة بالعمال المهرة. والفنانين في غرب المدينة. رسم على الجدران زي مقبلة بتطعين خامون. الرسوم الهزلية. الكاريكاتير. ايوة جماعة مصر سبقت العالم. القط والاوزات. انت متخيل يا جماعة. ايه ده? وصلنا لمرحلة ان احنا نعمل رسوم ونقوش. ومنها كمان رسم الكاريكاتير. ده الكاريكاتير ده علم حديث دلوقتي. بقالوا مثلا متين سنة ولا حاجة? لا. ده مش متين سنة. ده متين سنة اللي انتو تعرفوه. احنا كنا بنعمل رسوم هزلية. القط والاوزات السبعة دوة والاوزات الستة. مصر جايبين قط ضخمة. قط طبعا مصر قديم اقرب الى النم. وماشي وقدامه ستة اوزات ماشي اللي بيمشيهم. فن الكاريكاتير بدأ في مصر. وبدأ. ده انا بديك مثل بس للقطة. لكن في رسوم هزلية كتيرة. بتدل على رسوم هزلية كتيرة. بتدل طبعا على ان انت متقدم عندك الفن وعندك كل حاجة. العمال المهرة اللي كانوا بيرسموا بينقشوا بكل حتة. المقابل والنقشة عليها. تخيل يا جماعة بيمسك ايه? بنقول عليها ايه? الادوم والازميل. بالادوم والازميل. الازميل دوة تبارع عن قطعة من الحديد. وليها رأس كده خشبية. عشان يعرف يمسك بيها. والادوم دوة زي الشاكوش. يمسك كده وبيرسم. وشوف الفن بتاعه ان هو يمسك ويدق ويعمل الحاجة. ويخرج للتحفة المعمرية الجميلة الرائعة اللي احنا وصلنا اليها ايه دوة? ايه اللي وصله ده? ده فنان رائع. الفنان المصر القديم. طيب تعال نشوف عندنا بقى اخر جزء عندنا التواصل الثقافي. اه التواصل الثقافي لما بنيجي نتكلم عنه في مصر القديمة بقولك تواصل فني وثقافي المصري مع افرق. اتكلمنا قبل كده عن النوبة. وقلنا النوبة جزءين. في النوبة اللي هي مصر وفي النوبة عندي تاني اللي هي ايه? الفي جزء الجنوبي من مصر يعني هيه عدي هنا. هنا التواصل فيه النوبة المصرية. وفي النوبة اللي هي اقرب الى منطقة السودان دلوقتي. هل كان في تواصل اي مكان في تواصل. وانطواصل موجود. وكان على طول في كل المجالات. طيب التواصل ده ايه. بص معي بقى بنى المقابر انا بكلم عن النوبة المصرية بنى المقابر على شكل اهرامات صغيرة ناسة مع الجدران في طريقة الدفن جماعة كان فيه تواصل انتشرت عادة التحل بالاقراط للرجال انا خدناها دية منين من النوبة والنوبة خدتها منها الرجال هي تلبس الاقراط كده دي كانت موجودة العادة دية الفنانين المصريين ادخلوا تعديلات على الفخار النوب الاحمر وعملوا منه اشكال قديمة بنوا عدد كبير جدا وعدلوا الكوة وبانوا المعابد زي معبد امون في البيركل في النوبة عايز اقول حاجة المصر القديم مكانش انسان عادي انسان متكامل في امور كثيرة جدا وده اللي خلانا اننا حضارة مختلفة تعالى بقى نبدأها من الاول يبقى انا عند المصر القديم قلنا انه هو استخدم اللغة واللغة عندنا استخدمها بلهجات مختلفة مع بداية عصر الاسرات بدأ يظهر اللغة المصرية القديمة اللي بدأت معاها العصور التاريخية يبقى الكتابة بدأت بعصور التاريخية بدأت عندنا بمعرفة الكتابة قلنا تطورة الكتابة المصرية برمع مراحل فاكرينهم يا جماعة نقولهم مع بعض ايه يا جماعة عيوة هيروغليفي ده اسمه ايه خط مقدس هيري طيقي رجال الدين ديمو طيقي خط الشعب القبطية مع المسيحية بها هو ده حد التطور الاربعة اربع لغات مصرية اربع كتابات اللغة المصرية جماعة خلي بالك مكتوبة ومنطوقة ومقروقة تتكتب وتتقري وتتنطق اللغة المصرية القديمة ودي ميزة من المميزات بتاعتها طيب اللغة قلنا الهيروغليفي ده خط مقدس بتتكتب به على جدران المعابد زي كتاب الموتى وزي عناشد اغناطون ويكتب على جدران المعابد وقدران المقابر وعلى التوابيت قلنا الكهنة استخدمه الخط بتاعهم الخط الايه قلنا ايه يا جماعة الهيريطيقي اخفوا شوية واستخدموه في حياتهم قلنا بعد كده الشعب اللهجة بتاعته قلنا العمية ديموتيقية قلت الشعب استخدمها لحد العصر يناني ورباني بدأ يستخدم اللغة دي وفضل يستخدمها على طول ظهرت الديانة المسيحية ظهرت معها اللغة القبطية المصرية القديمة اللي بقولنا ما زال بتستخدم حتى هذه اللعظة في بعض الكنائس لحد ده ده بيستخدموها ودي لغة مصرية محترمة موجودة ويجدها الكثيرين جدا من اخواننا المسيحيين في مصر بيجدوها نحتى كده في الكنائس الاسترسكسية كلها بيتحدث بيها ومستخدمة وفي كتب وكتابات كثيرة بيها طيب عندنا بعد كده اتكلمنا عن ايه الفن المصري قلنا انواع الادب ايه قلنا قصصي ديني تهزيبي مديح قصصي ديني تهزيبي مديح انواع الادب قصصي ديني تهزيبي مديح قلنا قصص عندنا قصص حقية قصص اسطورية او قصص ايه خيالية قصص حقية زي قصص سنوحي قصص الفلاح الفصيح اما القصص التانية اللي قلنا عليها الادب الخيالي اللي احنا قلنا زي ايه البحار الغريق ماشي يا جماعة طيب قصص ديني زي اسطورة ازيسو او زوريسو كتاب الموتة وانشيد اخناتون وقلنا عندنا كل الكتابات دي كل دي بتعبر عن الادب الديني التهزيبي وشوفنا بتاع حطب الحكيم خد بالك من اسماء الحكيم بتاع حطب والحكيم قاني اللي اتنين دولت اشهر اتنين واحد في الدولة القديمة بتاع حطب الدولة الحديثة قاني اتكلمنا برضك عن حاجة تانية ودولت بيبدو نصائح وحكم يعني احنا الحكم دي طبعا حكم مقولات مشهورة جدا ومهمة جدا برضك عندنا من الحاجات التانية اللي اتكلمنا فيها غير الادب التهزيبي قلنا المديح والمديح دو تشكر وتقوله انت عملت كذا وانتصرت وده نوع من الادب موجودة حد النهاردة وانتشرت في عصور كثيرة بتمضح واحد عن انتصاراته او انك انت بتنقضه او تقوله وده نوع من انواع الادب اللي موجودة شوفنا العلوم والتقدم المصر الرهيب في العلوم اتكلمنا في الطب والمستشفيات المتخصصة وعمليات الجراعة والمستشفيات وعمليات جراحة العيون والاسنان وشوفنا عمليات التجميل وعمليات النساء التقدم ده وشوفنا ازاي عندنا ان هو الطب بساعدك في التحنيط وهرفنا ازاي نحنا تقصص الموتة وارتبط التحنيط عندنا بالايمان بالبعث والخلود والتقدم في الطب برضك الامان بالبعث والخلود ودهتك امثلة على الاسئلة اللي ممكن تيجي خد بالك خد بالك مرتبط الطب ومرتبط الكيميا ومرتبط الصيدلة ومرتبط كل دوت بالتحنيط. وكلهم مرتبطين بالبعث والخلود. الايمان بالبعث والخلود. الايمان بالبعث والخلود ده هيدخل في كزا حاجة. واحد دعلك دلوقتي. اتكلمنا غير الطب عندنا. اتكلمنا في الكيمياء والتقدم. وشوفنا ازاي عندنا الاصباغ والاحبار ما الحبل اللي بيستخدموا في الكتاب ده. احمر وصف. هو ايه? ما مش زونت نوع من الانوار تقدم في الكيميا. اتكلمنا عندنا غير كده العطور والروائح والحاجات دي كل اكل ده يا جباعة تقدم. في مجال الكيميا. اتكلمنا في الحساب. وشوفنا علم الحساب ساعدك في معرفة الفيضان. ومستوى الفيضان. وحساب الضرائب. والحساب الخاص بما دي الناس. والتعامل ما بينهم وبين بعد. شوفنا الهندسة والعبقرية في بناء الاهرامات. والعبقرية في البناء والعمارة. شوفنا تخطيط المدن. وقلت لك احنا عندنا تخطيط عمراني. لما بقول لك كل ايه التخطيط. اه يا جماعة عندنا التخطيط العمراني اللي كان موجود. وازاي المدينة يعملها على الدايرة. وازاي يعمل للأسوار ويعمل للمعابد ويعمل للشوارع ويعمل لبيوت والمساكن والقصور والماكن الاكبر والمنتجات والمنتزهات. ايه ده. كل حاجة يا جماعة بيعملها المصر القديم. ايوه بيعمل كل حاجة وتقدم بشكل كبير. برضا تكلمنا عن حاجة تانية مهمة جدا غير اللي هو التقدم في الهندسة وتخطيط المدن. قلنا ان المصر القديم في بناء المساكن والمقابر والمعابد تطور معه. المساكن كان بييبني المساكن بتاعته يا جماعة منين؟ بيبنيها من الطوب اللابن. الطوب اللابن ده ها يا جماعة اللي هو ايه بياخد طمية من الارض ويجيب القش ويحط بتاع الامح ده ويقوم حطه وبقطعه كده يدرسه بيقوله عليه ويقطعه ويعجنه في الطوب. ويقوم جامعه وياخده كده ويقوم حطه في الشمس لحد ما ينشف يحرقه شوية. انتبسط لأول ما يتحرق وينشف شوية يبدأ يبني ببيوته. ولكن يجي الفيضان يدوب كل البيوت دي. عشان كده كان بيحاول يرتفع بها شوية. انتبجد البيوت دايما في مصر مرتفع. بس يجي الفيضان كل البيوت دي كانت بتسقط. بتنهار بتتفكك من المية. البيوت اللي معمولة دي كان بتتفكك من المية. عشان كده يا جماعة الحاجة الغريبة انك انت من الممكن تجد معابد ومقابر مصرية اكتشافاتنا كلها معابد ومقابر. انما مفيش اكتشافات لمدن. مفيش اكتشافات لبيوت مصرية قديمة ابدا. احنا شفناها في كتابات في قراءات في مثل رسوبات انما مش موجودة. شفنا القواعد بتاعتها اللي على الارض. ده ما هي مش موجودة. ما بدا وصل للنش. انما تعالي بقى نشوف المقابر. ايمانه بالبعث للخلوط خلا يبني المقابر بتاعته من ايه من الحجارة. والمعابد بتاعته من الحجارة. وشوفنا ازاي. تقدم المقبرة فاكرين يا جماعة. اقولوا تاني. حفرة مصطبة. هرم مدرج. هرم كامل. بعد كده ما نحطها في الصخ. الحفرة احفر حفرة واتفن الميت فيها. عادي جدا تشكل من الاشكال الدفن بتاعه. يجي بعد كده تقدم شوية اعمل حجرة من تحت. وامل فوق الحجرة دية تحط المصطبة بتاعتك دليل التقدم. كل ما يزيد مقامك تزيد. لحد ما توصل لمرحلة الست مصاطب. وتبقى انت كده خلاص. بقيت الملك زوسر. المصاطب بتاعت مقمرة الهرم زوسر اللي هو المدرج اللي هي كل شوية تقل على الفوق. تيجي بعد كده اعلى مرحلة. قلناها مرحلة ايه? اعلى مرحلة في التقدم مرحلة الهرم. ودي قمة الدقة في البناء. وطبعا يمكن بدأت عندنا اهرام سنفرو وبعد كده وصلت عندنا للاهرامات قمتها خوف. وبعد كده عندنا عندنا بعد كده اللي هي الاهرامات التانية. اتكلمنا بعد كده عن المنحوطة في الصخر وشفنا المقابر المنحوطة في الصخر زي مقابل التوت عن خامون ودي الملوك ودي الملكات كل ديت موجودة هناك. اتكلمنا عن التواصل الثقافة مع افريقا. اتكلمنا في الفن واتكلمنا في الثقافة واتكلمنا في كل حاجة. المصر القديم تقدم بشكل كبير. عايز اقولك ان احنا فخورين بمصريتك. قالك فخور بمصريتك. تقدمنا في الفن في العلم في الثقافة. نتمنى ان نظل على هذا التقدم. نتمنى ان يصل الابنائنا الى ما يربو ما يتفوق على اجدادنا. ودوت اللي بنتمناه. ودوت سبب منظومتنا في التعليم اللي بتسعى الى طالب عالم. يصل الى الفكر اللي بنتغيه. نصل للتقدم ونصل الى العالمية. ابناء اعزائي طلاب الصف الاول السنوي. تحدثنا النهاردة عن احوال مصر الثقافية والاحوال الثقافية والفكرية. ارجو ان انتوا كنوا فهمتوا. ارجو انك انت لو عندك اسئلة ان شاء الله في الحلقة القادمة نكون محضرها. عشان نعمل مع بعض مراجعة تكون مراجعة متميزة. كان معكم هاني عنطر الصابر كبير معلم المادة بوزارة التربية التعليم. شكرا والى اللقاء.